ثلاث سنوات منذ انطلاق عاصفة الحزم ليلة عرف اليمنيون هوجة الصواريخ التي هزت البلد فجر السادس والعشرين من مارس استبشر معظمهم خيرا وظنوا ان نهاية ميليشيات الانقلاب التي وصلت العند قد حلت وان الفرج يدق ابواب البلد الذي اتخنته الجراح لكن هذه الامال تبخرت واكتشف اليمنيون ان لا جار يمكن الوثوق به ولا صديق يقدم العون الحقيقي في تلك الليلة خرج المتحدث باسم التحالف العربي حينها العميد احمد عسيري ليقول لليمنيين والعالم ان عاصفة الحزم تمت بطلب من الشرعية وان هدفها اعادة الشرعية للبلاد والقضاء على الانقلاب فكيف سيكون المصير العملية في بدايتها تهدف الى حماية الشرعية في اليمن حماية المواطن اليمني اليوم وبعد ثلاث سنوات يتساءل اليمنيون اين تلك التصريحات يا عسيري واين تلك الوعود يا سلمان فما يراه اليمنيون اليوم شيئا اخر كليا يرون تحالفا يمنع الرئيس الشرعي من العودة لعاصمته المؤقتة ويرون تحالفا يجند مليشيات خارج نطاق الدولة بل ويجندها لمحاربة الحكومة في عدن واسقاط معسكراتها يرى اليمني ان التحالف يرفض تحرير تعز ويقصف الجيش الوطني في نهم وغيرها اذا ما تقدم دون اذنه لتحرير ترابه الوطني فماذا عدا مما بدأ ام ان الامل كان تهورا خاطئا منذ البداية وحتى لا تكون الصورة مجتزأة فقد حققت الشرعية بمساندة التحالف العربي انجازات كبيرة ابرزها تحرير محافظات عدن ولحج وأبيا والضالع وشبوة والتقدم في الساحل الغربي وصولا الى حيس لكن معظم هذه المنجزات تمت في السنة الاولى من التدخل وسلم هذا المنجز لمحتل اخر ابو ظبي على المستوى الانساني والاقتصادي يدعم التحالف الحكومة اليمنية بيد ويقيد ادواتها باليد الاخرى يدعم البنك بوديعة مالية مثلا ويحارب البنك المركزي لان لا يستفيد عافيته ويستقل بقراره يرسل قوافل لغاثة الكثيرة الى اليمن ويغض الطرف عن فساد يمني سعودي يسرق لقمة الفقراء من افواههم دون رقابة ولا حساب ثلاث سنوات عجاف تعقدت فيها علاقة الشرعية بالتحالف حتى وصلت مستوى غير مسبوق دفع ببعض وزراء الشرعية الى رفع اصواتهم عاليا امام تقويض التحالف للشرعية بل وصل حد رفع الحكومة اليمنية رسالة لمجلس الامن عدها مراقبون بمثابة شكوا رسمية بالتحالف العربي جراء تحوله من دعم لشرعية الى محاربتها وسواء اكانت هذه الاصوات باعاز من الرئيس هادي او بدافع الكرامة الوطنية فان علاقة الحكومة مع التحالف لن تظل كما كانت من قبل اذ لم تراجع الرياض وابو ضب سياساتهما ازاء هذا الشعب الغني بتاريخه وبرجاله كما قال الوزير المستقيل اتمنى ان يتم التعامل مع اليمن كيمن كبلد صاحب حضارة سبع الف سنة حضارة مش بلد هامشي ولا جمهورية من جمهورية الموز اليمن بلد كبير وبلد شقيق والتحالف جاء من اجل عودة الشرعية وعودة المؤسسات الدولة